إذا كنا عايزين ناخد خطوات إذا كانت حد الأفريقي عنده إرادة حقيقية أنه ياخد خطوات فاعلة في تطوير المسابقات الأفريقية وده هيعود على الكرة في أفريقيا بالتأكيد بشكل إيجابي جدا علينا أن نحن نتكلم في عدد من التوصيات دي رؤية نادي الأهلي لتراحها النهاردة من خلال كابتن محمود الخطيب في مستقبل أفضل للكرة الأفريقية فيما يتعلق بمسابقات القارة على مستوى الأندية تعالوا نشوف كابتن خطيب قال إيه ونرجع لحضراتكم واحد أن يعود الدور النهائي لمسابقات الأفريقية دور الأبطال ورقم فدرالية لنظام الزهاب والعودة مباراتين لأن فكرة إقامة النهائي من مباراة واحدة لم تنجح أوروبا تختلف كثيرا عن أفريقيا وسائل الانتقال في قراتنا صعبة ومكلفة جدا وتستغرق وقتا طويلا جدا للسفر وكمان ولا توجد تأشيرة موحدة لكل دول أفريقية عكس أوروبا بل الحصول على التأشيرات في قراتنا من المشاكل التي تقابل الجماهير وقبلتها وهنا بتكلم على كل الجماهير الأفريقية أيضا لا توجد عملة مالية موحدة للقرى الأفريقية على العكس في أوروبا المسابقات بين الدول المسافات بين الدول قريبة جدا ولا توجد كل هذه المشاكل التي أشارنا إليها حال استمرار وده قرار كيف طبعا حكومة كامل حال استمرار إقامة النهائي للمسابقات الأفريقية بنظام المباراة الواحدة تقتضي الشفافية والعدالة أن يقوم الكاف بإعداد لائحة خاصة بالمباراة النهائية تضمن تحقيق العدالة وحقوق كل الأطراف من توضيح الشروط اللي فيها وأن يتم الإعلان عن الملاعب التي سوف تستضيف المباراة النهائية قبل بضل بطولات على الأقل ما نستنعش لآخر أسبوعين أو ثلاثة أن يدرس الكاف تدوير استضافة المباراة النهائية بين الدول الأفريقية ويحجب الاستضافة عن الدول التي فازت بالتنظيم من قبل لمدة خمس سنوات حتى تحصل بقية الدول الأفريقية على فرصة وفرص ومثلة تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد والفار في كل أدوار بطولات الأفريقية لتحقيق الحد الأدنى من العدالة أن يكون الكاف بإعادة صياغة للوائح الحالية لتكون حاسمة وشفافة ولا تحتمل أكثر من تفسير ويتم تطبيقها على الجميع بعدالة علما بأننا نؤكد وندرك أنها مسؤولية الكاف ولكن يجب الاستماع إلى وجهات نظر كل الأندلة أفريقية دراسة وضعفة المبالج المالية المقدمة من الكاف لفرق المشاركة في المسابقات المختلفة لأن من خلال التجربة لأن ما يتقضى صاحب المركز الأول حاليا وهو الرقم الأعلى في أي مسابقة أفريقية لا يتناسب مع تكلفة الانتقالات الإقامة المكافة اللاعبين الأجهزة الفنية والإدارية والطبية علاج مصابين بيقع منك خلال البطولة ده بقى صليبي وده مش عارف زي ما حصل مع النادي اللي في ثلاث حالات تريبا فلالنبالج دي أعتقد يجب دراسة كيفية زيادة هذه المكافات دي رؤية النادي الأهلي اللي ما اعتقدش أن فيه اتنين يعني ما فيش نادي داخل قارة أفريقيا ممكن يختلف معها فيما يتعلق بتطوير المسابقة ووجود لوائح وبنود تتيح لكل الأندية نفس الفرصة زي كنا نتكلم على تكافؤ الفرص والعدالة والشفافية في تنظيم المسابقات من اتحاد أفريقي مفترض أنه حريص على نجاح المسابقة وحريص على تطوير الكرة في أفريقيا شتان الفرق أنا حتى فكرة أنه يعني تصور زكاة اتحاد الأفريقي وده تحدي اعتبروه تحدي زكاة اتحاد الأفريقي يراهن يراهن على فكرة حضور جماهيري على فكرة حضور جماهيري امتلاق مدرجات في مباراة نهائية تقام من جولة واحدة فقرت أفريقيا فأنا بقول له إذا لم يكن أحد الأندية اللي وصلت للمباراة النهائية هي اللي بتصديف البطولة فده حتما مستحيل يعني لو المباراة بتقام بين بطلاء مثلا مصر والجزائر على سبيل المثال وجنوب أفريقيا هي اللي بتصديف الحدث أو السنغال بتصديف الحدث أو تونس بتصديف الحدث في النص فأنا أشك تماما في قدرة الجماهيري الكرة في أفريقيا على التخرج وعلى حصول على التأشيرات وعلى إيجاد النفقات المرتبطة بحضور حدث زي ده في مباراة واحدة إذا كنت بتدور على الحدود الجماهيري الطريقة الأنسب والتاريخ علمنا كده أن المباراة للنهاية تتعامل من مباراتين ذهاب وعودة في أوروبا زي ما قال كابتن خاطين في شنجن في يورو عملة موحدة في إمكانية أنك أنت تتحرك من عاصمة العاصمة أو من دولة لدولة في نطاق لا يتعدى أربع أو خمس أو ست ساعات